إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع المنتقى من التفسير وقد اخترت لكم من الجزء السابع عشر قول الله تبارك وتعالى في سورة الحج وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نسأل الله تبارك تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل هذه البشارة وبشر المخبتين ما هو الإخبات؟ الله تبارك تعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصلحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فأقالدون ما معنى الإخبات؟ قال علماء الإخبات التواضع الخشوع الخشية الرهبة الطاعة ولا تعارض بين هذه الأقوال كلها فالمخبتون مطعون لله خاشعون لله خائفون من الله متواضعون لعباد الله هؤلاء المخبتين المتصفين بهذه المعاني كلها الله تبارك وتعالى يأمر نبيه أن يبشرهم وبشر المخبتين ثم يخص الله تبارك وتعالى بعض صفاتهم بالذكر فيقول وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهذه أول صفة من صفات المخبتين الذين أمر النبي صلى الله سوى أن يبشرهم بأن لهم جنات تجري من تحت الأنهار الذين إذا ذكر الله وجلت أي خافت قلوبهم الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت كما قال سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقد يقول قائل كيف يصفهم الله تبارك وتعالى هنا بالخوف عند ذكره وهو سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فهنا يقول بذكر الله تطمئن القلوب وهنا يقول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والجمع أن المؤمنين إذا ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الدل على العزة والكبرياء والجبروت والملكوت والشدة العذاب خافوا من الله تبارك وتعالى ثم إذا ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى التي تدل على الرحمة والمغفرة لانت قلوبهم واطمأنت ولذلك جمع الله تعالى بين الوصفين في قوله الله نزل أحسن الخديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فحين يسمعون قول الله تبارك وتعالى إن الله أشهد العقاب إن ربك سريع العقاب يخافون وحين يسمعون إني نبع عبدي أني أنا الغفور رحيم إن الله يغفر الذنوب جميعا أنه الغفور رحيم تطمئن قلوبهم فالمخبتين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم من صفاتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي إذا ذكرت صفات العزة والعظمة والجبروت والملكوت خافوا من الله تبارك وتعالى لأن الله قال هو أهل التقوى ثم إن لهم من الذنوب والمعاصي والسيئات ما يجعلهم يخافون من الله إذا ذكر وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم إن الدنيا هي ضار البلاء ما سلم منها أحد ولا عوفي فيها أحد حتى قال النبي صلى الله سلم أشد الناس ابتلاءا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل والله تبارك وتعالى أقسم على ضرورة البلاء قال ولنبلو أنك أي والله لنبلو أنك ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وبين سبحانه وتعالى بعض أنواع البلاء الذي يبتلي بعبادة فقال ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ثم قال عز جل وبشر الصابرين الذين إذا أصبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فجمع الله تبارك وتعالى للصابرين خصالا ثلاثة لم يجمعها لغيرهم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وصلاة الله تعالى على الصابرين ذكرهم ذكره إياهم في الملأ الأعلى ثناء الله تعالى على عبده يا ملائكة انظروا ابتليت عبدي فصبر فهذا ثناء الله تعالى على الصابرين هذه صلاة الله عليهم أولئك عليهم صلوات من ربهم كمان في الحديث عن النبي صلى الله وسلم أنه قال إذا مات ولد العبد المؤمن قال الله تعالى لملائكة وهو أعلم أقبضتم ولد عبدي يقول نعم يا رب يقول ماذا قال عبدي وهو أعلم يقول حمدك واسترجع فيقول تعالى يا ملائكة ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فالصبر من مجبات رحمة الله عز وجل وأولئك هم المهتدون فالدنيا ضرب لاء فلابد للإنسان أن يوطن نفسه على الصبر وإذا اجتهد أن يصل إلى الرضا كان خيرا له الصبر واجب والرضا مستحب وأسعد شيء للإنسان أن يرضى بقضاء الله يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا إلا اهتديت به إليك طريقا أمضي القضاء على الرضا مني به إني وجدتك في البلاء رفيقا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فكن أيها المؤمن من الراضين كن من الراضين ولا تكن من الصاخطين واعلم أن الله أبر بك من نفسك وأرحم بك من نفسك وأعلم بمصلحتك من نفسك وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك وعسى أن تحب شيئا وهو شغل لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأخذ إلا للمؤمن إن أصبتوا سراء شكر فكان خيرا له وإن أصبتوا ضراء صبر فكان خيرا له نسأل الله أن نرزقنا الشكر في السراء والصبر في الضراء إنه ولي ذلك والقادر عليه وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة بعد الصبر والصابرين على ما أصبهم والمقيم الصلاة وقد جمع الله تبارك وتعالى بين الصبر وإقامة الصلاة في قوله يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة فبما يعين على الصبر على المصائب والصبر على البلاء أن تتقرب إلى الله تعالى بكثرة الصلاة وتسأله الصبر ولذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان مسافراً بين مكة والمدينة فبينما هو يسير على دبته إذ جاءه خبر وفاة أحد أولاده فتنحى عن الطريق وصلى ركعتين فسئل ما هذا قال نعي إلي ولدي والله تعالى يقول استعينوا بالصبر والصلاة فهذه الصلاة وأسأل الله تعالى الصبر هذه الصلاة وأسأل الله تعالى الصبر فعلى المبتلى أن يتقرب إلى الله تعالى بكثرة الصلاة حتى يرزقه الله تعالى الصبر والطمأنينة وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لذكري فالمبتلى إذا صلى وذكر الله اطمأن قلبه ورضي بما أصابه كما قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب والمقصود الأعظم من الصلاة هو ذكر الله تبارك وتعالى ولذلك قال عز وجل وأقم الصلاة لذكري وقال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشي والمنكر ولا ذكر الله أكبر ولا ذكر الله في الصلاة أكبر ومن هنا عاب الله تعالى على المنافقين عدم ذكرهم الله في الصلاة قال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فيا أيها المشاهد الكريم أقم الصلاة أقم الصلاة كما أمرك الله وأقدر الصلاة حق قدرها فإنها عظيمة القدر عالية الشأن فرضها الله تبارك وتعالى بنفسه على نبيه وأمته دون وساطة أمين الوحي جبريل ليلة المعراج كما هو مشهور وكانت أول ما فرض من العبادات ولذلك تكون يوم القيامة أول ما يحاسب عليه العبد من عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب عليه العبد من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصبهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فبإقامة الصلاة يحسن العبد فيما بينه وبين الله وبالإنفاق من مال الله الذي آتاه يحسن إلى عباد الله وقد وصل النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان العبد فيما بينه وبين الله وإحسانه فيما بينه وبين الناس حيث قال اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن فيا أيها المشاهد الكريم صفات أربع تجعلك بإذن الله من أهل هذه البشارة وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بما جاء في هذه الآيات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين